تسجيل محامي خدمة تمكنك من التسجيل كمحامي على البوابة للتسجيل على البوابة كمحامي لتتمكن من الاستفادة من الخدمات المقدمة للمحامين واضغط على إبدأ الخدمة للتسجيل كمحامي يمكنك الاطلاع على الشروط والأحكام بالضغط على رابط كلمة الشروط والأحكام اضغط على المربع بجانبها في حالة موافقتك على الشروط والأحكام ثم اضغط على زر التالي لاستكمال الخدمة قم بإدخال البيانات اللازمة وهي درجة القيد بالنقابة رقم القيد بالنقابة رقم التسجيل الضريبي أدخل البريد الإلكتروني ورقم المحمول الخاص بك وعنوان المكتب في الخانات المتاحة أمامك تاريخ نهاية الاشتراك باليوم والشهر والسنة قم برفع ملحقات التسجيل وهي صورة وجه وظهر لكرني النقابة والبطاقة الضريبية وأدخل نوع الملف وأي ملاحظات إن وجدت في الخانات المتاحة أمامك ثم قم بسحب المستند المرفق وتأكد أن يكون بجودة عالية ولا يزيد حجمه عن 1 ميجا بصيغة PDF والآن قم باختيار المحكمة القريبة منك لإتمام عملية التسجيل وتوقيع الإقرار وتقديم النسخ الأصلية من الملحقات اختر درجة المحكمة واسم المحكمة من القوائم المتاحة أمامك واضغط على التالي للاستمرار سيتم عرض ملخص الطلب وهو تسجيل محامي ثم التالي راجع تفاصيل المبلغ المطلوب قبل السداد واضغط على سدد الآن اختر طريقة السداد من الاختيارات المتاحة أمامك سواء بالبطاقة أو شبكة شركات التحصيل خالص في حالة الضغط على السداد بالبطاقات مثل الفيزا والماستر كارد أدخل بيانات بطاقتك بأمان قم بإدخال رقم البطاقة الخاص بك المطبوع على الكارت وأدخل تاريخ انتهاء البطاقة بالشهر والسنة ثم أدخل الرقم السري واضغط على سدد الآن أو يمكنك تغيير طريقة السداد واختيار طريقة أخرى في حالة الضغط على شبكة شركات التحصيل خالص مثل خدمات أمان مصاري إلى آخره وعمولة التحصيل تظهر عندما كنت منفذ التحصيل أدخل البريد الإلكتروني ورقم المحمول الخاص بك ثم اضغط على التالي سيظهر لك كود السداد وعداد مدة صلاحية احفظ الكود الموجود في المربع أو التقط صورة له أو طباعته والذهب به إلى أقرب منفذ السداد قريب منك أمان مصاري إلى آخره وأخبر المسؤول أنك تريد السداد لمصر الرقمية وأعطه كود السداد واطلب الإيصال بعد إتمام عملية السداد تم إرسال طلبك بنجاح يمكنك تتبع طلبك بالضغط على تتبع الطلب أو العودة للصفحة الرئيسية بالضغط على الرئيسية ترجمة نانسي قنقر